وليست صغيرة لأي غرض آخر هي الأقرب دلوقتي أو هي الأصبح عندها المفاجأة في هذه البطولة هو الأهم يا كابتن إسلام أننا من الحاجات المهمة في البطولة الحاجة الوحيدة في البطولة هي أنها حطت يدينا على العيوب بتاعتنا أكدت العيوب بتاعتنا يمكننا قبل أن نسافر ونروح للبطولة كان ناس كتير مش متفاق لا ومش متوقعة حاجة كويسة وكان بعض الأصوات كده من بعيد يعني فيه نور صغير كده يطالع يقول إيه حماس المصريين والمجموعات البطولات المجمعة وحنزيد دور المجموعات وبعد كده الدنيا حتزيد وحنعمل لا القصة مش بكده مش بالحماس ويلا بينا والكلام ده القصة دي كلها نتيجة لعشوائية كنا شغالين بيها فترة طويلة أخطاء كتيرة كانت موجودة سواء سواء الناحية الفنية أو الإدارية مسابقات في مصر خطاعات ناشئين دوري غير منتظم حاجات كتيرة جدا جدا مشاكل مع التحكيم المصري مشاكل هنا مشاكل هنا كل ده ما هو بيصب في الآخر يعني كل ده بيتعامل عشان تشوف منتخب كويس صحيح يعني المفروض أن الحاجات دي كلها بتتعامل وتتزبط عشان التورطاية أو الوجهة بقى بتاعة الكورة المصرية هو منتخب مصر الأول فوضح طبعا بعد البطولة دي أن فيه أخطاء وعلى فكرة الأخطاء كانت قبل البطولة وبعد البطولة كمان بعد مرجعنا يعني إحنا بنتمنى طبعا ربنا سهل أن بقى الدنيا تبتدي تتعدل وبوجود طبعا القرار اللي اتاخد ووجود كابتن حسام حسن يعني يجرب زي ما ناس كتيرة خدت فرصتها هو كان من حقه برضو أنه هو ياخد فرصته ونتعشم إن شاء الله بإذن الله بس مع تزبيت بقى الحاجات اللي حاولين كابتن حسام لأنه هو مش هيبقى الواحد هو اللي هيمشي في اتجاه لوحده وحيكسر الدنيا لا لازم يبقى في قرارات فنية وإدارية ومنظومة كاملة تزبط القصة دي خلال الفترة اللي جاي طيب سؤس خالد أنا هنا هسألك سؤال تخيولي شوي